موسيقى اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين والألتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم عشرة سكايب حديث عراقي يوم الخميس الماضي قدمت ممثلة الامين العام المتحدة في العراق جيلينا بلاس خارت مثل عادتها في كل الشهر تقدمي حاطة وقدمت حاطة هذه اللي حاطة تعني تقرير تقدمه الى مجلس الامن الدولي اخر تطورات موجودة في العراق الوضع في العراق لكي تضع مجلس الامن الدولي والممتحدة والرأي العام الدولي ربما المجتمع الدولي في صورة الوضع في العراق يعني تكلمت عن النقاط عديدة لكن ربما علينا نتحدث عن ثلاث نقاط أشارت إليها النقطة الأولى حذرت من التداعيات السلبية لقرار إغلاق مخيمات النازحين مخيمات النازحين مثل ما تعرفون يعني وصلت إلى فترة من الفترة ستة ملايين نازح من العراقيين خلال الفترة الماضية قررت الحكومة إنهاء هذه المخيمات وإلغاء كل هذه المخيمات وعودت النازحين مباشرة إلى المناطق التي كانوا فيها من غير مراعاة لأن عودتهم قسرية هذه أولاً وثانياً سيعودون إلى مناطق يعني لا يجدون فيها ماء وصالح للسكن الآدمي بيوتهم مدمرة بيوتهم خربة قد انتهت مناطقهم قد دمرت الكثير منهم فبالتالي سيعودون إلى المشهول وهذا ما حصل فعلاً يعني الكثير من العوائل التي يعني رفعت خيامها وأبلقت المخيمات رفعوا خيامهم معهم ونصبوها في أماكن أخرى وبالتالي الحكومة تريد أن تخرص من هذه القضية لكي تأتي الانتخابات ما يسمى بالانتخابات الموكلة كي تقول أنه نفذ شرط إنهاء قضية النازحين والقضية لا تنتهي بهذا الشكل عليهم أن يبحثوا دائماً على الأسباب أن يعالجوا الأسباب يعني أن يوفروا السكن ويوفروا الخدمات لكل هذه العوائل النازحة وبالتالي يقولون لهم اذهبوا واسكنوا هذه المناطق لذلك بلاسخرت حذرت من هذه وقالت إنه هذه ستقود إلى أزمات جديدة وللنتائج غير مرغوبة مثل النزوح الثانوي أشارت إليه يعني نزوح مرة أخرى عودت الناس إلى المناطق التي تفتقر قالت تفتقر إلى المأوى الكافي والخدمات الأساسية لكن هذا ما يحدث للأسف مثل ما قالت طبعاً هذه قضية واحدة من القضايا المهمة التي تحاول الحكومة التضييل فيها تحاول هذه الأحزاب هذه القوة العملية السياسية التضييل فيها والقول إنها قد أنهت هذه المشكلة لا تنهى هذه المشكلة بهذه الطريقة وكل القضايا التي ربما سنتحدث عنها خلال الأيام اللاحقة خلال هذا الأسبوع كلها يجب أن نبحث عن الأسباب تعالج الأسباب قبل أن نذهب إلى النتائج ونعالج النتائج بالطريقة العشوائية التي يعالجون بها طبعاً تحدثت عن العلاقة بين بغداد وأربيل وتحدثت عن الموازنة وهناك خلافات الموازنة وتخصيص الأموال وتسويق النفوط هذه قضايا عليها خلافات منذ إعلان الدستور هذا الدستور الكسيح عام 2005 في إعلان الدستور كانت واضحة أن هذه المشاكل ستظهر على السطح وهي باقية وكان كل الطرف يحاول أن يكسب على حساب الطرف الآخر والخاصة للوحيد من هذه الصراعات من هذه المكاسب هو المواطن العراقي والوطن العراقي فعلاً وبالتالي يعني منذ عام 2005 لحد الآن كل ما يجري ضمن المحاصصات الإثنية والطائفية وتوافقات وموافقات وتجري الأمور بهذه الطريقة ولا من معالجة حقيقية لكل هذه هناك مناطق يسمونها مناطق متنازع عليها ظهرت في العراق هذه غريبة عجيبة هناك مناطق ربما كل شخص يدعي بعاديتها إليه إرادات الإرادات النفطية التمويل وغيرها من القضايا كلها هذه قضايا عالقة ستبقى عالقة وستبقى العلاقة متوترة بين بغداد وأربيل يحلونها يعني بترقيعياً كل حكومة تأتي لكي تغلق باب المشاكل عن نفسها وتذهب اتجاهها آخر للتوافقات لكي تؤيد الأحزاب الكردية يعني العملية السياسية وتؤيد الحكومة وتمضي الحال في سبيله وتؤيد القرارات تصدرها الحكومة والأحزاب الأخرى في إجراء التوافق عليها من دون حل المشاكل هذه والمشاكل ستبقى وتفاقب وستصل إلى حالة ستنفجر مرة واحدة هذه حقيقة والكل يعرفها القضية الثالثة التي تحدثت عليها بخصوصة انتخابات المبكرة التي يسمونها مبكرة في شهر العاشر أكتوبر القادم قالت يعني نقلت إلى مجلس الأمن طلب الحكومة الكاظمي بالإشراف أو الرقابة على الانتخابات السؤال هنا وماذا يعني هذلك؟ وإذا أشرفت الأمم المتحدة على الانتخابات ستكون الانتخابات حرة ونزيهة مثل ما يروج البعض هل الأمم المتحدة أساسا هي نزيهة؟ هل الأمم المتحدة ليست شريكا في الكارثة التي حلت في العراق؟ الأمم المتحدة شريك في الكارثة التي حلت في العراق من عام 2003 لحد الآن وكل ممثلي الأمين العامل من المتحدة كانوا أدوات بيد الحكومات المتلاحقة من عام 2003 لحد الآن وكانوا ينطقون بلسانها ومنهم بلاسخارت وأيدهم في كل قراراتهم ومنهم يعرفون وبلاسخارت تعرف أن قضية الانتخابات لا يمكن أن تجري في بلد فيه ميليشيات، فيه قتل، فيه اختطاف، فيه عشوائيات، فيه مصائب كبيرة، فيه سلاح منفلت، فيه القانون لا يحترم، فيه الدولة غير قادرة، الحكومة غير قادرة أن تسيطر على كل المناطق فكيف تجري انتخابات ويلقال عنها الديمقراطية ونزيهة وحققت الغاية منها؟ فبالتالي أن تنقل الطلب إلى مجلس الأمن للرقابة على الانتخابات هذه قضية غريبة عجيبة وجزء من التضليل وجزء من ازدراء العراقين وجزء من الكارثة التي حلت بالعراقين يعني تعميم هذه الكارثة واستمرار هذه الكارثة بلسخر تعرف وكان عليها أن تقول الحقيقة وتقول أنه لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل الميليشيات في ظل سيطرة هذه الأحزاب الطائفية والديمقراطية لا يتوفقان لا يمكن في ظل عمليات الخطف والقتل والترويع وفي ظل عمليات السلاح المنفلت في كل مكان لا يمكن إجراء هذه الانتخابات والعراق غير دمقراطي هذه الحقيقة وهذا دور الأمم المتحدة كان عليها أن تقول ذلك لكنها لم تقول خاصة أنه يعني هي أشارة إلى يعني حتى بعد الطلب قالت فيما بعد قالت أنه الشفافية والعدالة والمسائلة ما تظهر غائبة إذا كانت الشفافية والعدالة والمسائلة غائبة فكيف تجرى الانتخابات ويعني تنقلين طلب من الحكومة إلى مجلس الأمن بالرقابة على الانتخابات قالت هذه غائبة لحد كبير لاسيما ما يتعلق بالقمع الاحتجاجات الشعبية في جميع حال العراق بخاصة يعني ومنها أقليم كردستان فبالتالي الظروف التي ستجرى بها الانتخابات غير متوفرة وبالأسخار تعرف والأمم المتحدة تعرف وأن العراق ليس بلد الديمقراطيين وهذه الانتخابات هي عملية تضليل وهي عملية تشبه العمليات الانتخابية التي جرت من عام 2005 إلى حد الآن عمليات جزء منها يعني ما يهمن عليها هي الطائفية والمحاصصات والفكرة نفسها لاستمرار هذه العملية السياسية البائسة التي يعرف العالم كله أن أساس الخراب فيما حصل في العراق هي هذه العملية وهذه المحاصصات وهذه الكارثة فكيف تجرى هذه الانتخابات هذا ما تحدثت عنه بلسخار وهذا ما يسمح به وقت هذه الحلقة أترككم الآن وألتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة